السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف السادس الابتدائي عندي صفحة 143 فقرة احل الزاويتان المتتامتان او متكاملتان يقول فقرة احل احدد اي ما اذا كانت الزاويتان متتامتين او متكاملتين في كل مما يأتي مطيني 75 درجة و 15 درجة اذا جمعت 75 و 15 يطلع لنا 90 درجة فانا اقول شلية الزاوية القياسة 90 درجة اقول زاويتان متتامتان نكتب عليها زاويتان متتامتان هنا 117 و 63 لما نريد اجمع 117 و 63 ويطلع لنا 180 درجة اذا اكتب عليها اكتب عليها زاويتان متكاملتان نكتب عليها زاويتان زاويتان متكاملتان او متكاملتين ازيل 13 مطينه 135 و 45 زين لما نريد أجمع 135 و 45 يطلعينه 180 لأن 180 درجة إذن يا هي القياسة 180 درجة أقول زاويتان متكاملتان إذن رقم 13 أقول عليها متكاملتان زين هنا 14 90 180 إذن يا هي القياسة 180 أقول زاويتان متكاملتان متكاملتان هنا عدي 15 60 30 60 30 90 إذن زاويتان شنية متتامتان زاويتان متتامتان هنا 150 130 لما نريد أجمع يطلعيننا 180 إذن شاكتب عليها هذه المئة والثمانين متكاملتان متكاملتان زين أجد قياس 17 أجد قياس الزاوية المجهولة في الشكل المجاور هذه لازم أحلها بالورقة 70 و 60 أثنينات المجهولات فراح نحلها بالورقة نقول لحظة لحظة يلا عيني هنا منطيني يا رقم رقم 17 رقم 17 منطيني 70 والمجهول سين وصاد فاش راح أسوي أقول سين يساوينا 90 أنا قصها 100 من 70 درجة 90 ناقص 70 درجة يطلعنا 20 درجة هاي قيمة سين اشطلعت 20 درجة وقيمة الصاد أيضا 180 درجة فهذه السؤال 17 هي تأحلة 90 ناقص 70 يطلعنا 20 وصاد يساوينا 180 ليش صاد يساوي 180 لأنه تقع على زاوية مستقيمة والزاوية المستقيمة قياسها 180 هذي 17 نشوف 18 قاين لي إذا كانت الزاويتان باء وألف متكاملتين وكانت قياس الزاوية باء 33 فما قياس زاوية ألف يعني منطيني يريد باء وألف ويريد زاوية باء 33 درجة شي يريد يريد قياس زاوية ألف طبعا هذي زاوية هاي قياسها فاشلون أحلها خنغير القلم إش لون أحلها أقول ألف زاوية يعني يقول زاوية ألف زاوية ألف زائد زاوية باء تردون إيش هذي الزاوية أو تكتبون زاوية عادي يساوي 180 درجة ليش لأن هي قايا لمتكاملتان زاوية ألف أو باء أقول لأنهما متكاملتان إذن زاوية ألف يساوي الزاوية المتكاملتان مو 180 درجة شي يسويها أنا قسم 100 من 33 درجة لأن هي قيمة باء مطينيها 33 درجة زاوية ألف يساوي 180 ناقص 33 10 ناقص 3 بها 7 و 6 ناقص 3 بها 4 والواحد ينزل طلع عندنا 147 درجة هاي قياس زاوية ألف زين خلصنا 18 فقرت أو رقم 19 يقول إذا كانت الزاويتان باء ألف متتامة هس هذا المثال هذا متكاملتان هذا منطين متتامة وكانت قياس الزاوية باء 15 فما قياس زاوية ألف يلا يعني شلون حلها نفس الشي بس بداية المتكامل أقول متتامة إذن 19 أقول ألف زاوية باء يساوي 90 درجة هاي متتامتان لأن 90 درجة أقول قياس زاوية ألف يساوي 90 درجة أنا قسم 100 من مطين 15 هو مطين من 15 درجة يعني قياس زاوية ألف يساوي 90 ناقص 15 درجة 75 درجة هذي طلعت قياس زاوية ألف هس شعندي رقم 20 يقول في الشكل المجاور توجد زاويتان قياسهما قياسهما 70 و 110 أحدد إذا كانت الزاويتان متتامتان أو متكاملتان فقرة 20 فقرة 20 أقول 110 درجة زاعت 70 درجة يطلع عندنا 180 درجة إذن هذه يا زاوية زاويتان متكاملتان جمعنا بس مجرد جمعنا زاويتان متكاملتان أزين فقرة 21 أفكر حس هندسي أحدد ما إذا كانت الزاويتان واحد واثنين في أدنى متتامتين أو متكاملتين أو غير ذلك وفسر إجابته شوفها هذا الواحد والاثنين هذا الواحد والاثنين شبيهم هذه الزاوية الأولى هي قائمة يعني زاوية واحد قائمة شفوها قائمة يتش chor معنى مثلاً تسعين ومية وعشرة راح يطلع لي أكثر يعني نقول فإذن أقول ليست لا زاوية متتامة ولا زاوية متكاملة فأقول عليها ليست زاويتان متتامتان ولا متكاملتان هنا وخلص موضوعنا أو درسنا وإن شاء الله التوفيق